نصر من ليبي يسأل عن صفة الإقعاء المكروه في الصلاة يقول ما صفته يا نصر بارك الله فيك يعني بالنسبة لمكروهات الصلاة كثيرة التي نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنها وحذر منها مثل التخصر ومثل الافتراش ومثل نقر الغراب ومثل ما لأراكم كأذناب خيل شمس وغير ذلك ومن جملتها الإقعاء النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب والإقعاء الصورة الصحيحة أن يجلس المصلي على إليته وأن يرفع ساقيه أن يرفع ساقيه وهذه الصورة المماثلة لصورة إقعاء الكلب فالكلب إذا أقع على ذنبه رفع ساقيه يعني رفع فخذيه مع ساقيه هذه صورة الإقعاء أما الصورة التي يتوهم بعض الناس أنها إقعاء وهي الجلوس على عقبي القدمين في التشهد الأول أو في الجلسة بين السجدتين فهذه هي السنة ولذلك كان ابن عباس يفتي بها فيقولون له يا ابن عباس هذا إزراء بالرجل قال يا ابن أخي هذه السنة يعني بمعنى أنه يقيم قدميه يقيم قدميه ويجلس على عقبيه قال يا ابن أخي هذه السنة وهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما ما ذكرت من جلوسه بوضع إليتيه على الأرض ومجافات رجليه وقدميه فهذه تسمى عقبة الشيطان عقبة الشيطان وهو أن يجعل إليتيه على الأرض ويفرج بين قدميه هذه تسمى عقبة الشيطان وأما الصورة الأخرى التي يفعلها بعض المصلين وهو أن يضع قدمه على قدمه هكذا ما ينصب القدم ما ينصب القدم اليمنى ولا يفرش القدم اليسر أو يجز عليه وإنما يضع قدم على قدم بعض العلماء يكرهها وبعض العلماء يقولون هذه ترك للسنة فقط ولا تدخل في الكراهة بارك الله فيك يا نصر